بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام خبر جديد وموعد جديد نلتقي بكم على مدار الساعة خبر اليوم بعنوان خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الوكترونيا ورابط استخراج بطاقات الرقم القومي والتوصيل للمنازل لكن قبل ما نروح للتفاصيل فضلا وليس امرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تشجيعا لنا خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي الوكترونيا ورابط استخراج بطاقات الرقم القومي الوكترونيا والتوصيل للمنازل الان يمكن الدخول عبر الموقع الذي اطلقته وزارة الداخلية لادخال البيانات المطلوبة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين وبالاخص كبار السن الذين ليس لديهم القدرة على الذهاب الى السجل المدني لاستخراج بطاقات الرقم القومي او تجديدها او استخراج بدل فاقد لها وانه من الامكان توصي للبطاقة الى البيوت المواطنين بقيمة 10 جنيهات وان المواطنين المتأخرين ستفرض عليهم عقوبات بمبلغ قيمة 100 جنيه خطوات استخراك بطاقة الرقم القومي انقر على سلة الطلبات واختر بطاقة الرقم القومي من رابط سأتركه لكم اسفل الفيديو كن باختيار نوع الوثيقة بدل فاقد او بدل تالف اول مرة او تجديد وادخل البيانات المطلوبة منك كن بكتابة البيانات وهي الاسم والرقم القومي والبريد الالكتروني وهاتف المنزل والهاتف المحمول والعنوان ورقم الشقة واسم الشارع والرقم البريدي يمكن الدفع عند الاستلام او الالكتروني ويتم التوصيل للمنازل بمبلغ 10 جنيهات اما عن عقوبات تأخير استخراج البطاقة المواطنين المتأخرين في اصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الاولى غرام قيمتها 100 جنيه اما المواطنين المتعاملين ببطاقة رقم القومي القديمة غرام قيمتها 100 جنيه المواطنين الذين مر على بطاقتهم 7 سنوات ولم يحدثوا بياناتها غرام قيمتها 50 جنيه المواطنين الذين لم يحدثوا بيانات الرقم القومي بعد 3 شهور من تغيير البيانات الفعلية غرام قيمتها 50 جنيه وفي حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد او بدل تالف في مدة 15 يوم من الفاقد او التلف غرام قيمتها 50 جنيه قدمنا لكم خبر بعنوان يمكنك الان استخراج بطاقة الرقم القومي الوكترونيا وانت في المنزل ورابط استخراج بطاقة الرقم القومي والتوصيل للمنازل كان معكم كريم الانداوي لا تنسونا في خالص الدعاء واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة